ومعنا من بغداد مرسلنا طارق ماهر لمزيد من التفاصيل طارق ما هي أهمية البوذياب الاستراتيجية وكيف يبدو تقدم الجيش العراقي لاستعادتها نعم نادين منطقة البوذياب هي آخر منطقة تقع تحت سيطرة بسلحي تنظيم الدولة في المحور الشمالي وهي تقدر بمساحة ستة كيلومترات مربعة ولهذا هي ما تعيق الجيش العراقي نحو التقدم من الشمال نحو مركز المدينة الذي ما زال هناك أكثر من أربعة آلاف مدني من أهالي الرمادي محتجزين في ستة أحياء يتحصن فيها أكثر من ستمائة من عناصر مسلحي تنظيم الدولة وفقا لوزارة الدفاع العراقية التي كررت الطلب لهؤلاء الأهالي المدنيين بضرورة مغادرة هذه الأحياء الستة وضرورة التوجه نحو المنفذ الجنوبي حيث تسيطر القوات العراقية وتحديدا جهاز مكافحة الإرهاب لكن هؤلاء المدنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المحور الجنوبي نتيجة المعارك واشتدادها بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي ولهذا كررت إدارة محافظة الأنبار مطالبتها لوزارة الدفاع ولشخص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بضرورة التنسيق بين القوات البرية وبين طيران التحالف الدولي لضرورة منع استهداف هؤلاء المدنيين الذين باتوا أسارة لهذه العمليات العسكرية التي تدور منذ نحو ستة أشهر داخل هذه المدينة مع الإشارة نادين إلى أن هؤلاء المدنيين منقطعون عن محيطهم الخارجي وهناك نقص كبير في التموين وفي إمدادات الطعام بالإضافة إلى المواد الصحية الضرورية مع تواصل القصف الجوي وكذلك المدفعي على الأحياء الستة الوحيدة التي بقيت تحت سيطرة تنظيم الدولة مع الإشارة إلى أن وزارة الدفاع العراقية أكدت قبل أقل من خمسة دقائق بأن القوات العراقية وتحديدا قيادة عمليات الأنبار تمكنت من السيطرة على منطقة البوذياب وهي بطريقها إلى الاستعانة بخبراء الهندسة العسكرية لتطهير المدينة قبل التقدم نحو مركزها وكما ذكرت بات هذا المكان مركز الرمادي هو الهدف الأساسي للقوات العراقية بالإضافة إلى إسناد طيران التحالف الدولي الذي يقدم المعلومات بالإضافة إلى القصف المتواصل وتحديدا بالذخائر الارتجاجية وهي من النوع الذي لا يبقي أحدا من الأحياء ولهذا تكرر الإدارة المدنية مطالبتها بضرورة منع استخدام القصف الجوي والمدفعي لتأمين حياة هؤلاء المدنيين شكرا لك طارق ماهر من بغداد